خلينا أتكلم معك سيام في نقطتين ونتناقش فيها النقطة الأولينية إن إحنا دايما بنتكلم هنا كمان في البيت الكبير من خلال كابتر ربيع وكنت موجودة معنا إن كان فيه إهمال واضح وإهمال كبير جدا لمنتخب مصر للشباب من جهة الاتحاد المصر لكورت القادم الجزء الثاني اللي هتكلم فيه إن الكابتر ربيع يسين كان طلب إنه يسافر ويمكن داية يعني أنا بقول لكم علومة متأكد منها تماما كابتر ربيع يسين كان طالب يسافر بـ 30 لعيب وقال الكلام معنا هنا في البيت الكبير أنا بقول لها أخذ معايا 30 لعيب لأن لو حصل حاجة هناك ويعني ربنا تقريبا كان ملهم أنه كان ممكن حاجة تحصل يكون معايا عدد كافي لاستكمال البطول كابتر ربيع يسين سافر بـ 26 لعيب الـ 26 لعيب دول مسافرين على حساب 28 لعيب سافروا على حساب الاتحاد الأفريق كابتر ربيع كان سأل الاتحاد المصر كتر قدم يا جماعة عايزين نسافر كمان اتنين تلاتة اربع لعيبة كمان عشان لو حصل حاجة يبقى الامور تبقى نقدر نكمل البطول كان الرد يا كابتر ربيع الاربع لعيبة هتتكلف فلوس كتير تخيلوا قال لك اربع لعيبة هتتكلف فلوس كتير اتحاد الكورة واللجنة الخماسية ما كانش كمان عندها سبورت لكابتر ربيع مفيش رئيس بيعسة بتتكلم على الاربع لعيبة هتكلفوك كم عشان يسافر مع كابتر ربيع والظروف اللي حصل ده والاربع لعيبة دول موجودين كان الكابتر ربيع والمنتخب كان لعب مباراة مباراة ليبيا وانا اقول لكم كنا هنكسب مباراة ليبيا بالظروف اللي حصلة بالاسرار بتاعت اللعيبة بطموحهم كنا هنكسب مباراة ليبيا لكن يا سهام المشكلة الكبيرة اللي بنتكلم عليها دايما ليه الاهمال دايماً لمنتخبات الشباب والمنتخبات الأولمبية والمنتخبات الأدنى للمتخب الأول. ليه دايماً التجاهل؟ ليه ما فيش رئيس بعثة متواجد مع منتخب مصر للشباب؟ ليه ما فيش متحدث رسمي؟ ليه المشكلة والقصة كلها أن الكابت الربيع عسين هو المسؤول الأول والأوحد عن هذه الفرقة بدون سبورت من الاتحاد؟ ليه مش موجود صوت قوي وصريح وفعال من جانب الاتحاد المصري إلى الاتحاد الأفريقي؟ ليه ما يكونش واحد موجود مع البعثة وكان يتكلم؟ أنت أجلتوا للرجاء؟ لازم ماتش يتأجل الصوت القوي ده ما وصلش ليه؟ ودلوقتي بنقولك أصلحة نبعد طيارة خاصة نجيب اللعيبة؟ لا اللعيبة مش عايزة تنزل اللعيبة عايزة تكمل المباراة وإنت بتبعت الطيارة الخاصة دي إيه؟ بعت أربع خمس لعيبة؟ يعني مصاريف الطيارة الخاصة دي لو كانت اتحطت بأربع خمس لعيبة يسافروا مع البعثة من الأول ما كناش عندنا المشكلة دي فليه دايما بنوصل للمشكلة؟ وليه الإهمال؟ وليه جيل كامل وحلم كامل؟ مستقبلهم؟ مستقبل ناس مستقبل بيضيعهم؟ بيتوقف على إهمال واضح جدا أنا آسف في التعبير إهمال واضح جدا يا جماعة الكلام ده من خلال سنين وأنا عاشت الكلام ده منتخبات الشباب منتخبات النشئين منتخبات الأولمبية ما عندهاش أي سبورت من الاتحاد إلا في اللحظات النجاح اللحظات النجاح وصول المنتخب الأولمبي آه ده احنا وفرنا لهم عملنا لهم خروجهم لا احنا ملناش دعوة المدير الفني هون مسؤول